الفشل الكلو المزمن من الأمراض اللي لازم نهتم بيها جدا ونحاول نحن نبحث عنها وعن أسبابها وعن علاجها لأن الفشل الكلو المزمن من ضمن الأمراض اللي بتصيب كثير كثير من الناس وخصوصا عندنا هنا في جمهورية مصر العربية اكتشفنا لازم أولا نعرف ايه أسباب الفشل الكلو المزمن لازم نعرف انه له علاقة بكثير من الأمراض الأخرى زي مرض السكر وزي مرض الضغط مرض القلب مرض الكابت حتى والتهاب الكابت الفيروسي وكذلك الأمراض اللي هي بتسبب إصابات متكررة مثلا في المسالك البولية والكلة كل هذا ممكن يؤدي في الآخر بنا إلى فشل الكلوي مزمن إذا أي مريض بيعاني من ضغط بيعاني من سكر بيعاني من فيروس بيعاني من التعبات متكررة في المسالك البولية لازم يتابع ويتابع ومن ضمن التحاليل اللي بنكون احنا بنطلبها ونتابعها وعننا عليها قوي مش بس السكر مش بس الضغط مش بس القلب مش بس الكبت لا الكلا لازم برضو المريض يكون عامليين فوكس عليه قوي من ناحية الكلة لان زي ما احنا قلنا ان الامراض دي بتؤدي في الاخر الى فشل كلوي مزمن والفشل كلوي مزمن مرض من الامراض مش بس اللي هي بتصيب صاحبها لا دي بتصيب المجتمع بمعنى ان انت بتلاقي ان المريض لازم يقم بيلجأ الى جلسات غسيل استصفاء دموي ودي بتكون تقريبا ثلاث مرات في الاسبوع بيستمر على كده مدى الحياة فده اصبح اذا هنا عضو في المجتمع معطل غير ان هو بيحتاج كمان ان مش بس كده لا بيحتاج الى نفقات والى تبعات علاج ومصاريف وتكاليف اذا فلازم نخلي بالنا قوي لقصدي ان يكون اهتمامنا كتير مش بس بالمرض الاصلي لا لازم برضو عينينا تبقى على الكلا ومتابعات وظيفها ومتابعة ايه اللي احنا لازم نتخذه من احتياطات مع المريض في احتياطات طبعا بتكون في العلاج فمش اي علاج ينفع ياخده المريض اللي احنا مثلا اكتشفنا عنده في ارتفاع في انزيمات او في وظائف الكلا لازم بيكون علاجه هنا متحفز فيه في بعض الادوية تنفع في بعض الادوية تنفع في بعض الادوية بنعدل جرعتها برضو لازم نحط في اعتبارنا ان الفحص دا يكون دوري ويكون يعني له اهتمام مش مجرد انه عمله مرة او مرتين لا لازم بقى من ضمن الفحصات الدورية اللي بيتابعها مريض السكر مريض القلب مريض الكبد نحط في اعتبارنا فحصات دورية للكلا برضو الحاجة التانية بالنسبة لمريض الكلة او فشل الكلة والمزمن احنا قلنا طريقة العلاج واحدة من اثنين اما الغسيل والغسيل زي ما احنا قلنا بيبقى ثلاث مرات في الأسبوع مدى الحياة او اجراء عملية زراعة الكلة وزراعة الكلة في رأيي ان هي افضل من الغسيل في ايه لان هو هنا المريض بيزرع صحيح بيستمر على العلاج بعد كده بس بيقدر يعيش الى حد ما حياة افضل بيقدر يتابع عمله بيصبح عضو منتج في المجتمع افضل من الاستمرار على الغسيل الكلة ولكن زي ما احنا بنقول دايما ان الوقاية خير من العلاج فدايما بنؤكد وبنقول يا جماعة اي واحد عنده اي مشكلة طبية تتعلق بالقلب بالضغط بالسكر بالكبد لازم يكون بيتابع كويس او برضو فيما يتابع مع حد من دكاترة الكلة وبنخلي بالنا ان هو برضو في نظام معين للاكل وللشرب في مرضى الفشل الكلوي المزمن لازم يكون حارسين عليه بنقول ان احنا بنقلل في اكلنا من البروتينات والبروتينات دي اما الحيوانية او النباتية والحيوانية معروفة هنتكلم عن اللحوم عن الفراخ عن الكبدة عن السمك عن البيض عن اللبن كل الحاجات دي بتبقى لها كميات محددة اقل من الشخص الطبيعي وبرضو البروتينات النباتية زي الفول والطعمية والعطس دي برضو بتبقى لها ننسب محددة واحنا كتير او اللي اما حتى المريض بيجينا في العيادة بنبدأ ان احنا ننظم معها زي جدول للأكل هتاكل ايه هتشرب ايه الكميات قدية وده شيء مهم جدا شيء يوازي العلاج ان لم يكن كمان اهم من العلاج الدوائي نفسه الحاجة التانية المهمة او برضو ان فيه علامات لي مرض الفشل الكلوي المزمن وبتختلف العلامات يعني ايه ممكن واحد يشكي مثلا ان بدأت يظهر ان رجلي بتورم او بيشتكي بانه بيحس ان ما بيصحى من النوم الصبح بيلاقي ان وشه زي ما يكون منفخ فيه شكوى بتيجي بقى بتبقى شكوى محيرة جدا ونسمى احنا دايما مريض الفشل الكلوي ان هو المريض كثير الزيارات لكذا تخصص لانه بيجي مثلا يشتكي ساعات بالتأب بالمعدة وهو مش عارف ان ده بسبب الكلة فبيبدأ يروح للدكتور الجهاز الهضمي علشان يشوف ليه المعدتي بتوجعني ليه حاسس ان انا دايما عندي حق بالقيق ليه مش مرتاح في الاكل هنا بنكتشف ان كثير من مرضى الفشل الكلوي المزمن بيعانوا من هذا العرض قد يعاني برضو من بعض الاضطرابات في القلب ويحس بخفقان ويحس بنوع من انواع ضربات القلب الزيادة او عدم الارتياح ونكتشف برضو ان هو من ضمن علامات فشل الكلوي المزمن وهكذا اذا فاحنا بنقول برضو من ضمن الحاجات اللي هي بقى اللي عايزيني ننبه لها قوي شكوى المريض بتاع الفشل الكلوي المزمن من الام العظام والمفاصل فيبدأ يتناول المسكنات ودي بتبقى حاجة كارثة ليه بقى لان المسكنات في حد ذاتها والاكثار فيها والاسراف فيها بتؤدي بنا الى الفشل الكلوي المزمن يبقى في الوقت اللي كان فيه عنده فشل الكلوي في بداياته مثلا وبدع يحس بألام عظامه مفاصل اتجه انه ياخد مسكنات فكده يعني نقدر نقول انه صرع بتحطيل الوظائف اللي كانت متبقية بالكلة فاسرع ادى الى سرعة حدوث الفشل الكلوي يمكن في وقت اسرع من اللي هو لو ما كانش تناول هذه المسكنات الكلام في مجمله بنقول نتابع نتابع كواس وظائف الكلا في المرضى الضغط والقلب والسكر والكبد بنقول يا جماعة محدش ياخد مسكنات ولا نصرف في المسكنات الا لما نعرف الاول احنا ايه التشخيص وايه اللي عندي بنقول يا جماعة نظامنا في الاكل لازم يكون نظام معتدل بنحافظ فيه في اكلنا في البروتينات وفي السوائل بنتكلم عن اننا ما نهملش اي التهاب يجي او اي احساس بالحرقان او بالتقطيع في البول لازم ناخد الامر بجدية انا بشوف ناس كتير جدا بتلجع للوصفات وللحاجات مش ضد الوصفات احنا او بس مش ده الصح مش ده الصح لازم كل شيء يتخذ بجدية علشان نوصل دايما لصحة مجيدة ونوصل لبر الامان وزي ما احنا قولنا دايما التشخيص كمان اهم من العلاج او يساوي العلاج لازم يكون عندنا تشخيص واضح وتكون امورنا ان شاء الله مستقرة وشكران اشتركوا في القناة